احنا خلاص بنبني مع بعض وحلقاتنا يوم الاثنين يلا نبني يلا نبني الإنسان وبناء الإنسان في الحقيقة ما بحبش أقول صناعة ثقيلة ولكن حياة جميلة لما نبني الإنسان وإحنا فاهمين إن احنا بنبني الإنسان فإحنا في الحقيقة بنصنع تاريخ للسعادة كل ما الإنسان يتبني ويتبني بناء حقيقي وبناء بمدد من الله سبحانه وتعالى يتحاول الإنسان هو مفتاح السعادة للبشرين لأن الإنسان هو من أودع الله سبحانه وتعالى فيه الأسرار ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَنَفَغْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ ومن أكثر الأسرار اللي وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان إن الإنسان قابل للتخلق وإحنا قبل كده قلنا إن الخلق ولذلك كان قمة البشر هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف وصفا يجعله في قمة الهرم البشري ماذا قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم يبقى خلاص عضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الكمال الخلقي وإحنا لما ابتدينا هذه الحلقات تكلمنا عن إن الخلق فيه تلات مكونات أساسية الإرادة والنية ثم القيم ثم السلوك وقلنا الركيزة في الخلق هو القيم لأن القيم دي هي اللي بتتحول إلى سلوك لو شننا القيم ما فيش أخلاق وعشان كده قلنا نحن عندنا تلات قيم مركزية في الإسلام قيمة أولى هي الرحمة واللي اتخذت من الكلام عن الإيمان في حديث سيدنا جبريل اللي هو حديث أم السنة ثم الخير اللي اتخذ من الإسلام ثم الجمال اللي اتخذ من الإحسان واتكلمنا في رحلة عن القيم الإنسانية الفعالة فوجدنا أربع قيم إنسانية موجودة وبتحقق الرحمة والنهاردة عن نبتدي الكلام بقى على أكبر ساحة ممكن نفتح فيها أبواب السعادة ويا ساحة ايه؟ ساحة الخير لما نيجي نتكلم على قيم الخير هنلاقي أربع قيم من القيم الحداشر الفعالة ممكن تحقق لنا الخير اللي هي قيم إيه؟ قيمة التعاون قيمة الاتحاد قيمة النزاهة قيمة المسئولية وكأن الشخص الخير هو شخص متعاون يتحد بنزاهة ومسئولية لما يكون الشخص في هذه الصفات يصبح فعله خير وتعالوا بقى نتكلم النهاردة عن أول صفة من الصفات أو أول قيمة من القيم الأربعة اللي بتخلينا خيرين وأنا بحب أسميها خير فعال إن الشخص يبقى خيره يصل إلى الفاعلية كنتم خيرة أمتي أخرجت للناس للناس على طول أول ما نسمع كلمة الناس تجينا من عالم الاتساع وهنا لما نتكلم عن اتساع لازم نتكلم على قيمة التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان التعاون التعاون يا سيدي باعتباره قيمة أنا بحب أعرف القيمة بأنها بتعريفات تشعرك بالإجرائية بالعملية اللي فيه ولذلك أنا بقول التعاون عملية بيحصل فيه تواصل تبادلي ما بين الناس وما بين الأفراد عشان ينقلوا الخبرات والمعرفة والأفكار والأدوات ويكون عايزين بدا إنهم يحققوا رؤية مشتركة أو حلم مشترك بس اللي بيقودهم إنهم عندهم أداء كف وفعال بيتحلموا إنهم يتكملوا عشان يحققوا النتائج فائقة إيه ده الكلام ده يبقى من أول الرؤية مرورا بالأداء انتهاءا بالنتائج الباهرة اللي بتحصل بالتعاون فالتعاون في الحقيقة بيخلي الناس اجتمع سواء كانوا فريق أو كانت مؤسسة يجتمعوا على هدف واحد هدف واحد هم شايفين إن الهدف ده بيوصلهم إلى إنهم يكونوا أرقى يكونوا أحسن فالتعاون سبيل من سبل الترقى عند الناس فعشان كده هدفهم اللي هم عايزين يحققوا ده بيخليهم يتقدموا وكل اتنين أو كل مجموعة أو كل مؤسسة بيحسوا إن بالتعاون بيحصل إيه بيحصل دور كبير جدا جدا بينهم إن هم يتكملوا وإن يزيد الخير بتاعهم ترجمة نانسي قنقر